جداً تعرضت لها بلدية غزة والمدينة مع استمرار الأدوان أحد أهم هذه التأثيرات السلبية هو تراكم ما يزيد عن 100 ألف طن من النفايات في مختلف أنحاء المدينة ومعروف بأن هذه الكميات الآن تسبب انتشاراً للروائح الكريهة أيضاً تسبب انتشار للحشرات والقوارض التي تنكل الأمراض للمواطنين أيضاً هناك تسريب حصارة هذه النفايات تتسرب إلى المياه الجوفية وبالتالي تسبب أزمة وكارثة صحية وبيئية مستقبلية قد يحتاج حلها إلى سنوات أيضاً بالتوازي مع هذه الأزمة والكارثة البلدية غير قادرة عملياً على نقل وترحيل كل هذه الكميات من داخل المدينة بسبب تدمير الآليات الفقيلة التي نحتاجها وأيضاً بسبب عدم قدر الطواقم بلدية غزة من الوصول إلى المكبر الرئيس للنفايات الموجودة في شرق المدينة بسبب تواجد الاحتلال في تلك المناطق الكارثة الصحية والبيئية التي الناجمة عن تراكم النفايات هي كارثة صحية خطيرة جداً تعرض حياة المواطنين للخطر والخطر الشديد وتسبب انتشاراً ملحوظاً للأوبيا والأمراض خاصة الأمراض الجلدية بين فئة الأطفال ترجمة نانسي قنقر